وقل ربي زدني علما احنا عندنا في راتج سكينز اهم حاجة كسانوية عامة موضوع البنكتوشن ماركز علامات الترخيب بس انا هشرح لكم الدرس بطريقة معكوسة شوية يعني مش هشرح لك استخدام الفولستوب والسيمي كولن والحاجات دي لأ انا هبدأ لك باخطاء وهصلح لك الاخطاء دي اشهر خطائين في الكتابة يا ولاد عندنا في الانجليش الخطأ الاول ده اسم run on sentence تعال نقول مع بعض كده شباب كذا مرة كده run on sentence run on sentence run on sentence الخطأ التاني يا ولاد اسمه comma splice نقول مع بعض يا ولاد كده comma splice comma splice comma splice comma splice اه هي اساميها بس صعبة شوية كده على البال ما تتعودوا عليها يعني ايه run on sentence ويعني ايه comma splice run on sentence دي ولاد بالبادي كده دول جملتين لا يوجد بينهما علامات ترقيل يبقى ال run on sentence دي جملتين او بتقول عليهم to independent clause عبرتين مستقلتين مفيش بينهم علامات ترقيل الكوما splice جملتين بينهما comma جملتين وبينهم comma خد بالك ان ده خطأ وده كمان خطأ يعني ما تيجي على اي حد تديلي سؤال كده تقول له اختار الجملة لعلامات الترقيل بتاعتها صحيحة هيروح مختار اللي في النص كومة وده غلط معظم العالب تختار اللي في النص كومة وده غلط لما يكون عندك عبارتين مستقلتين to independent clause او جملتين ما ينفعش ما تحطش بينهم حاجة وما ينفعش كمان تحط بينهم كومة اما لا اعمل ايه هقول لك انا دلوقتي حديك مثال يعني شوف المثال ده مثلا كده لو قلت سالي شعرت بالمرض هي راحت المستشفى العبارة المستقلة دي كده ولاد اسمها independent clause عايزين نفهم يعني ايه independent clause independent clause يعني عبارة مستقلة العبارة المستقلة دي ياولاد عبارة ينفع تيجي لوحدها وبتديك معنى ودي برضو independent clause عبارة مستقلة لو جاب لك two independent clause عبارتين مستقلتين بالشكل ده وما حطش حاجة في النص بينهم قل له دي خطأ قل له دي غلطة اسمها running sentence يبقى ما يكون عندك عبارتين مستقلتين وما يحطش بينهم اي علامة ترقيم ده خطأ اسمه running sentence طيب لو عملت لك الجملتين دول بالشكل ده لو قلت سالي شعرت بالمرض وراحت حطت كومة راحت المستشم دي برضو خطأ بس الخطأ المراضي اسمه كومة علشان خاطر هو جه على دي عبارة مستقلة ودي التانية برضو عبارة مستقلة وفي النص حط كومة يبقى دي خطأ اسمه كومة الاول عرفنا كده يعني ايه run on sentence ايه اشهر خطأين في الكتابة خطأ اسمه run on sentence والكومة سبلايس الكتب الجامدة زي كتاب اي وان والكتب دي حتلاقي يجيب لك جملة كده يروح يجيب لك الجملة دي ويقول لك يديك اختيارات سالي فيلت ال كومة شيوينتو هوسبيتال ويروح مرة يحط لك نقطة ومرة يحط لك ويقول لك اختار العبارة اللي فيها كومة سبلايس اللي فيها غلطة اسمها كومة سبلايس تروح مختار دي عندك عبارتين مستقلتين وحط بينها كومة يبقى دي غلطة اسمها كومة سبلايس لو ما حطش حاجة بينهم يبقى دي خطأ اسم run on sentence انا الاول كده الكلام اللي انا بقوله ده مفهوم ولا عشان نبقى ماشيين صح من الاول كده يا شباب طيب طيب نحل المشكلة دي ازاي انت قلت يا مستر لو ما حطش حاجة خالص غلط ودي اسمها run on sentence ولو حط كومة برضو خطأ وده اسمه كومة سبلايس اما نعمل ايه بقى طالما دي غلط ودي غلط نعمل ايه اول حل للمشاكل للمشاكل دي يا ولاد اول حاجة اعملها ان انا اعمل ايه اول حاجة استخدم نقطة ان انت تحط بينهم تحط نقطة زي كده زي ما انت تروح عيلها بالظبط كده بصوا معي يعني نفس الجملة دي لو قلت شعرت بالمرض وتروح حطت نقطة راحت المسنشفى يبقى قلينا ده اول حل ان انا حطيت في النص نقطة طيب ايه الحل التاني الحل التاني استخدم السيمي كولن الحل التاني اولاد ان انا استخدم السيمي كولن ايه السيمي كولن دي اللي هي الكومة وفوقها مقطة بيقولوا عليها في اللغة العربية الفاصل الموقوطة انا بيحبش كلمة الفاصل الموقوطة دي المهم اسمها السيمي كولن يعني الجملة دي انا ممكن اراعي لها بالشكل ده اقول سالي شعرت بالمرض وراه عامل سيمي كولن راحت المستشفى احنا كده حلنا المشاكل دي بكام طريقة والوقت دلوقتي بطريقتين صح كده اه ايه الطريقة الاولانية ان احنا استخدمنا نقطة في النص الحل التاني ان انا احط في النص سيمي كولن طالما عندك عبارتين مستقلتين يعني ايه عبارة مستقلة اصلا العبارة المستقلة يولاد دي عبارة ينفع تيجي لوحدها وتديك معنى يعني انت لما تقول سالي شعرت بالمرض انت فهمت معلومة عرفت معلومة وعرفت ان سالي كانت مريضة لما اقول لك شي وينتو هزل راحت المستشفى انت عرفت معلومة عرفت انها راحت المستشفى يبقى دي كده اسمها اندبندنت كلوز عبارة مستقلة العبارات المستقلة دي ماينفعش تسيبها كده من غير علامات ترقيم يبقى ده خطأ اسم رانون سنتنز لو حطيت في النص كومة يبقى اسمها كومة ده خطأ اسمه كومة سبلايز بنحل الحكاية دي بربعة طرق انا شرحت لك اتنين دلوقتي الحل الاول ان انا استخدم نقطة الحل الثاني استخدم السمي كولن طيب حد سيسأل يقول ايه طيب what is the difference ايه الفرق between using a period and using a semicolon هو ايه الفرق بين النقطة والسمي كولن هقول لك انا حاجة ظريفة اوي انا بحب الطلبة بتوعي مميزين فاهمين حاجات حتى الحاجات اللي انا بشرحها لك دي انت لو بتمتحن في امتحانات الدولية بتاعت التوفل والايلتس الجملة دي لو حطيت في النص نقطة ممكن ننقصك عليها ليه ايه الفرق بين النقطة والسمي كولن using a semicolon يا ولاد استخدام السمي كولن ده بيجضح ان الجملة الاولى لها علاقة بالجملة التانية لان النقطة بتفصل بين الافكار وبعضيها لكن السمي كولن بتربط بين الجمل او الافكار وبعضيها عشان كده طلبة العبارة الاولانية لها علاقة بالعبارة التانية احسن حاجة تروح من استخدام السمي كولن انت كده بتقول اللي هيقرأ انا فاهم ان العبارة دي لها علاقة بالدين ده مش موضوع ده موضوع تاني لا ده هم جملتين لهم علاقة بالبعض يبقى الافضل طلبة الجملتين لهم علاقة بالبعض ان انا استخدام السمي كولن طيب خد بالك برضو ان السمي كولن الحرف اللي بعدها بيبقى سمول ما بيجيش بعدها حرف كابتال الا بقى الحاجات اللي غصبة عندنا بتبقى كابتال زي الضمير اي احمد ابراهيم حرف الاي مش عارف ايه يا سماء الاعلام لكن اي حاجة تانية غير كده بتبقى سمول طب احنا حلينا المشكلة دي بطريقتين ايه الحل التالت اعمل جملة مركبة او كون جملة مركبة يبقى ده الحل التالت اهو كون جملة مركبة طب يعني ايه جملة مركبة انا اصلا ما اعرفش ايه خد بالك هيجيلك في الاسئلة دلوقتي وانت بتحل هتلاقي في جملة واقولك الجملة دي نوعها ايه دي جملة سمبل بسيطة ولا كومباوند ولا كومبليكس ولا ايه بالزبط عايزين نعرفش يعني ايه جملة مركبة اصلا الجملة المركبة دي يا اولاد جملة بتتكون من عبارتين مستقلتين يعني جملتين يعني بينهما احد الروابط الاتية في روابط اسمها روابط تنسيقية بتيجي بين العبارات المستقلة احنا بنسميها يا اولاد روابط الفان بويز انا بحب اكتبها كده ورسمها بالشكل ده انا ادتها لك وابلي كده بتاقي الحكاية دي دي يا اولاد اسمها روابط الفان بويز الجماعة اللينجويست اللي غويين عشان يسهلوا لك الموضوع شوية بدل ما تحفظ كل ده كل كلمة من دول اختصار الحرف الاف دي اختصار فور الاي اختصار اند الان اختصار نور نور دي معناها ولاة بس دي ما في النفي بي اختصار بط او اختصار اور الواي اختصار يت والاس اختصار سو يبقى دي كده يا اولاد اسمها روابط الفان بويز فور سبع روابط هما فور واند ونور وبط وور ويت وسو الروابط دي اولاد بتيجي بين عبارتين مستقلتين وبحط قبليها كومة يبقى انا كده عملت جملة مركبة وانت بتحل هتلاقي هتلاقي امثال على كده لو قلت مثلا نور زهبت للتسوق واشترت اي حاجة اشترت مثلا فيشتابوز خد روابط انا عندي عبارة مستخلة ايه اللي هي نور زهبت للتسوق العبارة التانية اشترت خضار وفي النص حطيت ايه انا بقى حطيت اند اند دي من روابط الفان بويز وحطيت قبلها كومة اما حد يسألك الجملة دي نوعها ايه حضرتك تقوله دي اسمها جملة مركبة مثال تاني لو قلتلك مثلا ايه ايا لست هير باج فاخدت شانتتها لذلك هي كودنت هي ما قدرتش تشتري الفستان برضو انا عندي هنا دي عبارة مستخلة ودي عبارة مستخلة وفي النص رابط من رابط الفان بويز وقبلها كومة يبقى لما حد يسألك الجملة دي اسمها ايه تقوله دي جملة اسمها جملة مركبة مثال تالت كلمة يت داي يت زيها زي بط معناها ومع ذلك لما اجا اقول مثلا علي عالي زاكر بجد يت ومع ذلك جاب درجات وحش دي برضو يا ولاد حطينا دي عبارة مستخلة ودي عبارة مستخلة بتديني معنى الوحدة وجاب في النص يت معناها ومع ذلك ودي بتفيد التناقض وقبلها كومة يبقى الجملة دي نوعها ايه اسمها كومباوند سنتنس جملة مركبة احنا حلينا المشكلة بتاعت الرانون سنتنس والكومة سبلايس الوقتي بتلات طورة وفي وسط الشرح عارفنا يعني ايه كومباوند سنتنس جملة مركبة وعارفنا يعني ايه عبارة مستخلة والحاجات دي طيب الحل الرابع ايه انا ممكن احل الحاجات دي المشافل دي الحل الرابع ان انا اعمل ايه الحل الرابع اعمل جملة معقدة يعني كون جملة معقدة او اعمل جملة معقدة يعني ايه جملة معقدة بقى او بتتكون من ايه رخر الجملة المعقدة دي بتتكون من عبارة مستخلة وعبارة غير مستخلة بينهما رابط رابط من الروابط اللي حكتبها لك دي بصوا معي الروابط اللي هي اولاد زي كلمة افتر الحاجات اللي بتخطر في الوحدة الاولى as soon as when while because also because as and since اللي هما التلاتة دول بمعنى لانه since هنا على فكرة معناها لانه although بالرغم من الروابط دي كلها بنقول عليها subordinate conjunctions روابط تنسيقية ثانوية الروابط التنسيقية الثانوية دي ياولاد اما بتيجي في النص او بتيجي مع عبارتين مع عبارة بتديني عبارة مستخلة وعبارة غير مستخلة طيب تعال شوف مثال كده عشان نفهم برضو نسيت هكتب لكم اف قعدة اف دي برضو تابع الروابط دي طيب تعال شوف مثال عليها كده لما اجي قولك اف you study hard لو انت تذاكر بجلد you will get high دي قعدة اف اللي انت عارفها العادية دي الحالة لكونة من اف لو ذكرت بجلد هتجيب درجات عادية انا عادي هنا عايز افهم الجملة دي عبارة عن ايه دلوقتي if you study hard دي عبارة مستقلة ولا غير مستخلة you will get high مارس هتجيب درجات عالية دي عبارة مستخلة فين العبارة المستخلة وفيه العبارة الغير مستخلة شباب if you study hard دي عبارة مستقلة لا دي عبارة غير مستقلة غير غير مستقلة دي عبارة عبارة يعني غير مستقلة طيب لكن you will get high marks هتجيب درجات عالية دي بقى عبارة مستخلة دي عبارة مستخلة طيب ليه يا مستر انا يعني انت لو فكرت فيها لوحدك هتفهمها اما اجي اقولك if you study hard مش انا قلت لك العبارة المستقلة ينفع تيجي لوحدها ينفع تديك معنى لوحدها تبالى لو قلت لك if you study hard لو انت تذاكر بجد لو قلتها وسكفت شباب حاجة مش هتفهم حاجة هترى ايه اللي ايوة عايزي يعني يا مستر ما تكمل كلامك ايه لو انت ذكرت بجد دي تقولها لوحدها كده وتسكت لا انا مش فاهم منك حاجة يبقى يبقى انت يبقى العبارة الغير مستقلة دي محتاجة يجي معاها عبارة مستقلة علشان المعنى يكمل واللي اتنين مع بعض بقول عليهم complex sentence جملة معقدة في وجود رابط زي if او although او since او as او while او اي رابط من اللي قلناهم دول حد فين اقول ممكن اقول سبب ونتيجة ده علاقة سبب بنتيجة فين يعني انت لو ذكرت بجد النتيجة اللي انت هتحصل على درجات عالية مش سبب ونتيجة دي بتبقى مع كلمة because وسو because وسو because وسو دي انا ورت حالك because ايه so بتيجي مع مع الرواب مع النوع التاني من الجملة اللي هي الجملة المركبة انا لسه موري حالك من شوية الجملة المركبة so من الروابط اللي بتعملي جملة مركبة بيبقى في عبارتين مستقلتين وفي النص so لكن because دي بتعملي جملة جملة complex حديك مثال على because دي يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه قلت احمد didn't go to school مراحش المدرسة because he was ill لان هو كان مريض هنا بقى اللي فيه سبب ونتيجة بس موضوع سبب ونتيجة مالوش حلوخة باللي احنا بنشرهم اصلا because جاي قبلها النتيجة اقول ان هو احمد مراحش المدرسة وبعدها السبب ان هو كان مريض بس انا مليش دي اعور كده انا بتكلم في حاجة تانية انا بتكلم دلوقتي العبارة من اول because he was ill لان هو كان مريض دي كده عبارة غير مستقلة اصل انت لو قلتها لو قلت لان هو كان مريض وسكت طبعا انا مش هافهم حاجة لابقى لازم يجي معها عبارة مستقلة العبارة المستقلة هنا احمد didn't go to school احمد مراحش المدرسة احمد مراحش المدرسة انت استفدت معلومة عرفت ان احمد مراحش المدرسة دي كده يبقى independent close عبارة مستقلة لكن العبارة التانية لانه كان مريض لو جت لوحدها لوحدها خالص من غير حاجة معها انا مش هافهم حاجة يبقى العبارة الغير مستقلة محتاجة يجي معها عبارة مستقلة to complete the meaning عشان المعنى يكمل ولاحز كمان ان الروابط دي لو جت في النص ما بيتحطش قبلها كومة يعني because انا محطتش قبلها كومة لكن لو حطتها في الاول حاجب في النص كومة زي if او لما جت if في الاول حطيت في النص كومة عايزة راجع الدرس ده بسرعة كده احنا خدنا دلوقت ياولاد اشهر خطئين في الكتابة اللي هو الرانون سنتنس والكومة سبلايز الرانون سنتنس لما يكون عبارتين مستقلتين ما فيش بينهم علامات ترقيم الكومة سبلايز لما يكون عبارتين مستقلتين بينهم كومة قلنا حلينا المشاكل دي بربعة طرق قلنا اول حاجة ممكن استخدام period full stop وده حل الطالب الضعيف طرمت جملتين لهم علاقة ببعض الاحسن تروح مستخدم حلنا المشكلة دي برضو بطريقة تانية ان انا ممكن اعمل جملة مركبة اجيب حاجة من روابط الفان بويز دي وقبلها كومة الحل الاخير ان انا اعمل جملة معقدة باستخدام اي رابط من دول لو جبته في الاول يبقى في النص كومة ولو جبته في النص مش هتحط قبل منه حاجة وقل ربي زدني علما اشتركوا في القناة